الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأرحب بكم أيها المشاهدون الكرام في لقاء جديد متجدد نتدارس فيه شيئا من الآيات القرآنية التي تتحدث عن وقائع من وقائع السيرة تظهر شيئا من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتبين شيئا مما كان يفعله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم من أفعال الخير والطاعة حديثنا في هذا اليوم يتعلق بآيات الطهارة وآيات التيمم فإن الله عز وجل قد أراد من المؤمنين أن تكون أحوالهم على أكمل الأحوال طهارة ونقاء إلا أنه عند ورود المشقات أو عند فقد المياه رخص لأهل الإيمان ترك الوضوء وأجاز لهم الانتقال إلى التيمم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش أقام النبي صلى الله عليه وسلم حيث انقطع عقد لي فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجد ذلك العقد فأقام من أجل التماسه وليس معهم ماء فبقوا مدة محتاجين للماء ولا ماء وهم يبحثون عن عقد عائشة فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه والد عائشة إليها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها فقال أبو بكر لابنته عائشة حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء تقول عائشة فعاتبني أبو بكر ما شاء الله أن يقول وَجَعَلَ يَطْعَنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلَا أَتَحَرَّكُ وَأَمْتَنِعْ مِنَ الْحَرَكَةِ من أجل مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي لما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن على ماء حينئذ أنزل الله آية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيد طيبا يقول سيد بن الحضير ما هذه بأول بركتكم يا آلابي بكر تقول عائشة فلما بعثنا البعير الذي كنت راكبته وجدنا العقدة تحته فهذه حادثة عظيمة تدلك على ما اجتملت عليه الشريعة من رغبة في طهارة أهل الإيمان وفيها أيضا التخفيف على الناس من جهتي كون هذه الفريضة قد خفف على الناس فيها متى كان من شأنهم أن يفقدوا الماء بعدد كلمين